لكن النقطة التي لا بد أن نقف عندها من أن الإنسان الذي على الأرض الآن هذه السلالة سلالة أبينا آدم لم تأتي متطورة عن سلالة القرود الراقية هناك سلالة للقرود الراقية تتحدث عنها نظرية دارون إنها القرود الراقية التي تشبه الإنسان إلى حد بعيد هذا الكلام موجود هنا وهذا لم يكن مانعا للقرد أن يلحق بالإنسان لو أعطي مثل ذهن الإنسان وعقله ونطقه لكن الإنسان الذي على الأرض الآن لم يأتي متطورا عن سلالة قرود هناك أصناف من البشر عاشت على الأرض قبل أبينا آدم هناك أصناف من المخلوقات عاشت على الأرض قبل أبينا آدم النتائج التي استنتجها العلماء التطوريون الأحيائيون من الأحفوريات أو من التدجين ونتائجه من التدجين الحيواني أو النباتي والأحفوريات أحفوريات منها ما هو حيواني ومنها ما هو نباتي والسلاسل الجينية الوراثية علم الجينوم والتشريح وعملية المقارنة في التشريح بين الأنواع والكائنات الحية هذه حقائق لا يمكن أن نغض الطرف عنها هناك كائنات عاشت على الأرض قبل الإنسان مثلما هناك كائنات في كوننا الفسيح هذا تختلف عن الإنسان وهناك كائنات تشبه الإنسان هذا ما جاء في ثقافة العترة الطاهرة حديثنا عن الأرض فإن نظرية التطور التي يدور السؤال حولها ترتبط بالكائنات الحية على وجه البسيطة الأرضية التي نعيش عليها هذا تفسير القم وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثلاثين بسنده بسند القمي علي بن إبراهيم رضوان الله تعالى عليه عن جابر بن يزيد الجعفي عن إمامنا الباقر عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنه السند الذهبي السلسلة الذهبية الرائقة عن الباقر عن آبائه عن أمير المؤمنين قال إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقاً بيده أن يخلق خلقاً بيده هذا هو أبونا آدم هذه السلالة تختلف عن السلالات السابقة السلالات السابقة تطورت أما هذه السلالة فلم تأتي متطورة عن السلالات التي سبقتها الخلط هنا الخلط هنا إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقاً بيده هذا هو المضمون الذي جاء في سورة صات حينما رفض إبليس السجود لأبينا آدم في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة من سورة صات وما بعدها فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إنه أبونا آدم أبو هذه السلالة التي نحن منها وننتمي إليها أمير المؤمنين يتحدث عن هذه الجهة عن هذا الموضوع إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقاً بيده وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس قد يطلق هذا العنوان النسناس على نوع من القرد في علم الحيوان ولكن المراد من النسناس هنا ما هو بنوع من القرد خلق آخر يأتي في وصفه أن النسناس هذا كان يتحرك برجل واحد وكان يمتلك يداً واحد وكان يمتلك عيناً واحد إذا أردت أن أقرب وصفه وكأنه نصف إنسان ولم يكن بمستوى عقلي عال مستواه العقل كان هابطاً نصف إنسان مثل ما هو نصف في الجانب الجسدي كذلك إدراكه دون إدراك الإنسان قطعاً الرواية هنا لا تريد أن تحصر الأنواع التي عاشت على الأرض الأرض عمرها طويل عمرها طويل عمر الأرض طويل عمر الأرض يقاس بالمليارات يقدر بالمليارات قطعاً لا يوجد تقدير دقيق ولكن هناك وسائل وآليات لتقدير عمر الأرض يقدرون عمر الأرض بما هو أكثر من أربعة مليارات سنة أما سلالتنا سلالة أبينا آدم فإنها تقاس بآلاف من السنين وبآلاف قليلة من السنين بحسب المعطيات التي عندنا فإن سلالة أبينا آدم إذا أردنا أن نعطيها تأريخاً بعيداً فإنها لا تتجاوز عشرة آلاف من السنين لا تتجاوز هذا المقدار إذا أردنا أن نعطيها مقداراً بعيداً هي دون ذلك القرائن المتوفرة لدينا أتحدث عن القرائن القرآنية والروائية أنا أتحدث هنا في مجال اختصاصي في معارث الكتاب والعترة القرائن المتوفرة لدينا فإن عمر السلالة لا يتجاوز العشرة آلاف من السنين هي دون ذلك قطعاً كل المعطيات المتوفرة لدينا إلا إذا استجدت معطيات جديدة ولذا فإن التقديرات التي يقدرها علماء طبقات الأرض علماء الجيروجيا لأعمار الأحفوريات والتي قد يقدرونها بملايين السنين هذه لا علاقة لها بسلالة أبينا آدم ولا أقول من أن كل ما يقوله هؤلاء العلماء هو دقيق لكنني لا أستطيع أن أقول من أن كل ما يقولونه ليس صحيحاً لأنهم يستندون إلى حقائق ويستندون إلى وثائق كلامهم ليس كلاماً جزافياً يخطئون في بعض الجهات هذا شيء طبيعي لا تكون الأرقام دقيقة إلى ذلك الحد البعيد هذا شيء طبيعي وهم يقولون بهذا هم يقولون من أن الأرقام ليست دقيقة إلى حد الدقة الهندسية والرياضية لأنهم يعتمدون أسلوباً في تشخيص الأعمار الزمنية هناك مادة الكاربون مادة الكاربون موجودة في أجسام الكائنات الحية من الحيوانات أو من النباتات مادة الكاربون بمرور الزمن بمرور الزمن فإن ذرات الكاربون تنحل تنحل وتتحول إلى الكاربون المشع إنها النظائر المشعة وعلمياً هذه النظائر المشعة لمادة الكاربون تتناقص شيئاً فشيئاً فإذا ما مرت آلاف من السنين لأرقام معينة فإن نسبة الكاربون المشعة هذا ستتلاشى إلى النصف وإذا ما تضاعفت المدة ستتلاشى إلى الربع وهكذا بإمكانهم أن يشخص عمر الأحفورية إلى 150 ألف من السنين من طريق الكاربون المشعة وإذا كان عمر الأحفورية أكثر من ذلك فإنهم سيقيسون عمرها عن طريق البوتاسيوم النظائر المشعة للبوتاسيوم يستطيعون أن يقيس عمر الأحفورية إلى الملايين هناك آلية معقدة وهناك برنامج علمي مشخص لديهم صحيح أنهم لن يحددوا الأرقام بالدقة المتناهية إلى أبعد الحدود لكن الأرقام التي يشخصونها تكون تقريبية هذا مجال علمي واسع لست أنا الذي أتحدث فيه ولا أريد أن أخوض في هذا المجال مع أنني مطلع على معلومات كثيرة بهذا الخصوص لكنني لست من أهل الاختصاص لو أسهبت في الحديث في هذه المعلومات التي أعرفها بحكم ثقافة العامة يمكن لسائل يسألني هل أنت من أهل الاختصاص سأقول لا فيسألني أليس من السفاهة أن تتحدث في مجال لست من أهل الاختصاص فيه أقول إن ذلك عين السفاه فأنا أشكل على مراجع الشيعة وعلى علماء السنة من أنهم يتحدثون عن نظرية التطور وأمثالها بأسلوب كلامي وتلك هي السفاهة والسخف بعين على أي حال على أي حال فما يبحث في هذا المجال في العلوم المعاصراتي بخصوص طبقات الأرض وبخصوص الأعمار الطويلة والقديمة للأحفوريات هذا الأمر لا يستطيع مطلع على هذه العلوم أن ينكره أعود إلى الرواية إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة قطعا هذه الأرقام نحن لا نستطيع أن نعتبرها كالأرقام الرياضية التي نتعامل بها الآن هذا رقم السبعة رقم له خصوصية في المعارف الدينية أما الآلاف تشير إلى أعلى الأرقام في لغة العرب وأما السنون فلا ندري هل هي من سنواتنا أم هناك حساب آخر لكنها مدة زمانية منضبطة بقياسات مردها إلى خارطة الخلق التي حدثتكم عنها إن كل شيء خلقناه بقدر هناك تقدير هذه هي الآية التاسعة والأربعون بعد البسملة من سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس النسناس كانوا قبل الجن لم يكونوا معا في زمان واحد الروايات حدثتنا بهذا أن الناس كانوا في الأرض وانقرض هذا الجيل فجاء الجن ولا بد أن تعرفوا من أن الجن إذا أرادوا أن يظهروا بأجسامهم يستطيعون أن يفعلوا ذلك هم يملكون أجساما لكنهم يمتلكون قدرة على إخفاء أجسامهم فيستطيعون أن يتحول إلى حالة برزخية ما بين المادة واللا مادة إنها نوع مادة لا توجد حالة برزخية ما بين المادة واللا مادة هذا كلام مجازي كلام تقريبي لكنهم يتحولون إلى مادة أخرى إلى مادة يمكنني أن أقول عنها من أنها مادة أثيرية إلى مادة نحن لا نراها بأعيننا وإلا فإنهم يتمكنون أن يظهروا بأجسامهم وليس مستبعدا وليس مستبعدا أن تكون هناك أحفوريات لأجسامهم إذا كانوا قد ظهروا بأجسامهم المادية وماتوا بتلك الأجسام أنا لا أقول من أن العلماء تحدثوا عن هذا إنما أحدثكم وفقا للمعطيات الروائية التي عندنا إن الله تبارك وتعالى أراد أن يخلق خلقا بيده وذلك بعدما مضى من الجن والنسناس في الأرض سبعة آلاف سنة وكان من شأنه خلق آدم فكشط عن أطباق السماوات كشط أي أزال كشف فكشط عن أطباق السماوات وقال للملائكة انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناس النسناس كانوا على الأرض وأزيلوا وبقيت لهم بقايا لأن السلطة والاستخلاف تحول إلى الجن مثلما الآن في الأرض إنس وجن فإذا أراد الملائكة أن ينظر إلى الأرض فإنهم يرون الإنس والجن لكن الذين يتحكمون بالأرض ظاهرا وعلنا هم الإنس إلا أن الجن موجودون نحن نتحدث عن معارفنا الدينية اللا دينيون قد يسخرون من هذا الكلام لكنني أتحدث هنا في ضوء ثقافة دين العترة الطاهرة فكان فكان النسناس وكان هناك مخلوقات أخرى انقرضت سلطة النسناس وجاءت سلطة الجن ولكن هناك نسناس موجود على الأرض إلا أن السلطة الظاهرة للجن وكان من شأنه خلق آدم فكشط عن أطباق السماوات وقال للملائكة انظروا إلى أهل الأرض من خلقي من الجن والنسناس فلما رأوا ما يعملون فيها من المعاصي وسفك الدماء والفساد في الأرض بغير الحق عظم ذلك عليهم عظم ذلك على الملائكة وغضبوا وتأسفوا على أهل الأرض إلى آخر الرواية أنا لا أريد أن أقرأ الرواية بكاملها إنما جئت بها معطا من المعطيات على وجود سلالات من الكائنات الحية التي عاشت على الأرض قبل سلالة أبينا آدم نحن نقرأ أيضا في الجزء الثامن من الكاف الشريف إنها طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئة إنه الحديث الرابع والسبعون بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن ابن عباس قال سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن الخلق فقال خلق الله ألفا ومئتين في البر وألفا ومئتين في البحر ولا ندري متى كانها أولى وكم هي الفترات الزمانية التي عاشوها وانقرضوا بعد ذلك خلق الله ألفا ومئتين في البر إنها كائنات حية برية وألفا ومئتين في البحر كائنات حية مائية وأجناس بني آدم سبعون جنسا وأجناس بني آدم سبعون جنسا هذا ما هو آدم أبونا آدم أبونا يأتي هنا والناس هذه السلالة ولد آدم والناس هذه السلالة ولد آدم ما خلا يأجوج ومأجوج وفي أحاديثهم فإن يأجوج ومأجوج ليسوا في الأرض هم في الفضاء أحاديث العترة أخبرتنا عن يأجوج ومأجوج من أنهم في الفضاء وليسوا في الأرض المفسرون حائرون يبحثون عن سد يأجوج ومأجوج إنه ليس في الأرض إنه في هذا الكون الفسيح في جهة من جهات هذا الكون الفسيح حديث العترة هكذا يقول سئل أمير المؤمنين عن الخلق فقال خلق الله ألفا ومئتين في البر أنواع هذه أنواع من المخلوقات منها الحيوانات ومنها أنواع الجن ومنها أنواع النسناس ومنها ومنها خلق الله ألفا ومئتين في البر كائنات حية برية وألفا ومئتين في البحر كائنات حية بحرية وأجناس بني آدم سبعون جنسا والناس والناس أو والناس والناس ولد آدم القراءتان صحيحتان والناس ولد آدم نحن ما خلا يأجوج ومأجوج لماذا ذكر يأجوج ومأجوج لأن يأجوج ومأجوج مرتبط بسلالتنا بعد عصر الرجعة العظيمة وعند أشراط الساعة فإنهم سينزلون إلى الأرض وحيث بقايا السلالة الآدمية من جنسنا لهذا ذكر أمير المؤمنين يأجوج ومأجوج سيتعايشون على الأرض في فترة الأشراط أشراط الساعة الرواية الرواية قصيرة لكنها مشحونة بالمعلومات خلق الله ألفا ومئتين في البر وألفا ومئتين في البحر وأجناس بني آدم سبعون جنسا آدميون بشريون لكننا لسنا منهم نحن سلالة أخرى نحن سلالة الناس والناس ولد آدم ما خلى يأجوج ومأجوج وماذا نقرأ أيضا في وسائل الشيعة للحر العاملي المتوفى سنة ألف مئة وأربعة للهجرة هذا هو الجزء الحادي عشر من طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدسة في الصفحة الثانية بعد العاشرة إنه الحديث الثاني عشر من الباب الأول باب وجوب الحاج على كل مكلف مستطيع الرواية عن زرارة ابن أعين قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه جعلني الله في ذاك أسألك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني ألا نهاية لفتاوى الحج باب الحج وسيع أحكامه كثيرة زرارة يقول للصادق صلوات الله عليه جعلني الله في ذاك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني فقال يا زرارة انتبهوا إلى كلمة إمامنا الصادق فقال يا زرارة بيت حج إليه قبل آدم بألف عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما الأحكام كثيرة موطن الحاجة هنا بيت حج إليه قبل آدم بألف عام إذن هناك مخلوقات عاقلة قد يكون المستوى العقلي لها دون المستوى العقلي في سلالتنا هناك كائنات عاقلة مكلفة وكانت تكلف بالحاج فالرواية لا تتحدث عن حج الملائكة الملائكة يحجون الرواية لا تتحدث عن حج الملائكة القرينة بقية الروايات والأحاديث ما مر علينا وما سيأتي الجن مكلفون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الجن مكلفون وأنا هنا لا أتحدث عن الجن فقط هناك سلالات كثيرة كانت قبلنا نحن سلالة متأخرة سلالة حديثة العهد بهذه الأرض والأرض قديمة قديمة قد يكون عمرها أكثر من هذا الذي يتحدث عن علماء الجيولوجيا وربما لو تطورت وسائل الكشف والتحقيق سيشخصون أرقام جديدة تكون أكبر من الأرقام التي حددوها من أن عمرها يتجاوز أربعة مليارات من السنين جعلني الله في ذاك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني فقال يا زرارة بيت حج إليه قبل آدم بألف عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما بألف عام نحن لا ندري ما المراد من الأعوام هنا هل هي الأعوام التي نعرفها هذا مستبعد مستبعد جدا لأن النصوص إذا أردنا أن نجمعها لا تشي بأنها تتحدث عن الأعوام التي نعرفها في حساباتنا وتقاويمنا وماذا أيضا نقرأ في كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في صفحة الثالثة والتسعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الخامس والأربعون بسنده بسند الصدوق عن محمد بن مسلم وهو من كبار أصحاب الأئمة صلوات الله عليه عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه يقول لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها أو منذ خلقها منذ خلقها سبعة عالمين سبعة عالمين جمع لعالم سبعة عالمين ليسهم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض الرواية التي مرت علينا قبل قليل من أن بني آدم سبعون جنسا والناس ولد أهدم هؤلاء هم الذين خلقوا من أديم الأرض ونحن لا ندري كم عمر هذا العالم وكم فيه من الأجناس لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليسهم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله عز وجل آدم أبا هذا البشر وخلق ذريته منه ولا والله ما خلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها ولا خلت النار من أرواح الكفار والعصات منذ خلقها عز وجل هذا حديث عن جنة ونار في عالم البرزخ لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع فإنه خارج عن بحث حلقتنا هذا الرواية واضحة هناك عوالم هي آدمية أيضا لأنها خلقت من أديم الأرض من تراب الأرض إنها شبيهة بسلالتنا لكن سلالتنا ليست متطورة عنها الخلط والخبط إذا نظرنا إلى الروايات فإن الخلط والخبط في نظرية التطور ينشأ من هنا ينشأ من هنا لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليسهم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض نحن أيضا خلقنا من أديم الأرض ولكننا سلالة مختلفة ثم أنشأناه خلقا آخر حقائق القرآن وحقائق أحاديثهم واحدة وواضحة ألا لعنة على المنهج الطوسي الذي دمر أحاديث العترة الطاهرة وفرق ما بين القرآن وحديثهم الشريف لقد خلق الله عز وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين ليسهم من ولد آدم خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها واحدا بعد واحد مع عالمه ثم خلق الله عز وجل آدم أبا هذا البشر هذه السلالة وخلق ذريته من إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة في الكتاب نفسه في صفحة التاسعة والتسعين بعد الستمئة إنه الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن لله عز وجل إثنى عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين ما ترى عالم منهم أن لله عز وجل عالما غيرهم وأنا الحجة عليهم هذه لا علاقة لها بنظرية التطور بشكل مباشر لكن الرواية تحدثنا من أن الله خلق خلقا كثيرا لسنا نحن وحدنا في هذه الأرض نحن جئنا متأخرين وقبلنا على الأرض سلالات وسلالات وسلالات عوالم كثيرة سبقتنا على هذه الأرض نحن في آخر السلالات صفحة سبعمية واثنعاش إنه الحديث الرابع والأربع بسنده بسند الصدوق عن جابر بن يزيد إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه قال سألت أبا جعفر الباقرة صلوات وسلام عليه سألت أبا جعفر سأله عن الخلق الأول الذي جاء مذكورا في الكتاب الكريم فقال يا جابر يا جابر تأويل ذلك أن الله عز وجل إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم وأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جدد الله جدد الله عز وجل عالما غير هذا العالم وجدد عالما من غير فحولة ولا إناث يعبدونه ويوحدونه وخلق لهم أرضا غير هذه الأرض تحملهم وسماءا غير هذه السماء تضلهم لعلك ترى أن الله عز وجل إنما خلق هذا العالم الواحد وترى أن الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدمي إذن عملية الخلق ليست محصورة في شجرة الحياة التي يتصورها دارون نحن سلالة متأخرة في عالمنا الأرض وسبقتنا سلالات وسلالات وسلالات وفي الكون هذا مخلوقات أعظم منا وأكثر منا عددا وما بعد هذا الكون أكوان هذه أحاديث أهل البيت واضحة وصريحة جدا لا أريد أن أخوض في كل المعطيات وكل التفاصيل لأن المقام ما هو بمقام تفصيل المقام مقام إجاز نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الرابع والخمسون من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الحادي والعشرون بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه أبو حمزة يقول قال لي أبو جعفار ليلة في ليلة من الليالي وأنا عنده ونظر إلى السماء فقال يا أبا حمزة هذه قبة أبينا آدم هذا مصطلح من مصطلحات ثقافة العترة الطاهرة المرحلة الزمانية والمكانية منذ أن خلق أبونا آدم واستخلف في الأرض سميت هذه المرحلة بقبة آدم زمانا ومكانا يا أبا حمزة هذه قبة أبينا آدم وإن لله عز وجل سواها تسعة وثلاثين قبة فيها خلق ما عصوا الله طرفة عين إذن حينما نتحدث عن أبينا آدم سلالة خاصة ومرحلة خاصة عبر عنها بقبة آدم إنها قبة أبينا آدم يا أبا حمزة هذه قبة أبينا آدم وإن لله عز وجل سواها في مواطن أخرى من هذا الكون الفسيح الوسيع وإن لله عز وجل سواها تسعة وثلاثين قبة فيها خلق ما عصوا الله طرفة عين الروايات بهذا بهذا الشأن وبهذا الخصوص وفيرة ما عرضته لكم عرضت نماذج من كل جهة من جهات المعاني من كل حيثية من حيثيات المضامين كي أستطيع أن أرسم لكم صورة تقريبية صار واضحا من أننا من سلالة لا علاقة لها بالسلالات الماضية وصار واضحا من أن السلالات الماضية كانت قبلنا وهي سلالات كثيرة ويبدو من مجموع القرائن فإن نظام التطور كان حاكما عليها ومر علينا في كلام أمير المؤمنين الذي قرأته عليكم من تفسير القمي من أن الله أراد أن يخلق خلقا بيده أن يخلق خلقا من دون أن يمر بمراحل التطور أن يخلق خلقا مميزا هذه سلالة أبينا آدم السلالة التي نحن منها إذن ما هي النتيجة التي نسجلها نسجل التالي من أن نظرية التطور فيها الكثير من الحقائق بحسب ثقافة العترة الطاهرة لأن السائل هكذا سألني ما هو موقف أهل البيت من نظرية التطور نظرية التطور فيها الكثير من الحقائق وهي لم تكتمل بعد الدليل على أنها لم تكتمل بعد فإن النظرية من بعد دارون تطورت وتعمقت واتسعت ولا زال أمامها مجال كثير أن تتسع وأن تتطور وأن تتعمق وأن تصل إلى شيء جديد من الحقائق فهناك الكثير من الحقائق الصحيحة في هذه النظرية وهناك الكثير من الباطل فيها وهناك خلط وخبط إنني لا أقيم النظرية وفقا لعلم الكلام ولا أقيم النظرية على أنني عالم أحيائي أنا أتحدث بحسب منطقي ثقافة دين العترة الطاهرة قد ينظر إلى كلامي هذا من أنه ليس صحيحا من وجهة نظر الآخرين أنا أتحدث من وجهة نظر ثقافة دين العترة الطاهرة بحسب المعطيات المتوفرة لدينا ومثلما العلماء التطوريون لم تتوفر لهم كل المعطيات نحن أيضا نحن في ثقافة العترة الطاهرة لم تتوفر لنا كل المعطيات صحيح أن الذي توفر لدينا يكفينا أن نرسم صورة صحيحة على الأقل من وجهة نظرنا على الأقل من وجهة اعتقادنا لكن الكثير من المعطيات لم تصل إلينا إما أن الأئمة لم يبينوها وإما أنها ضاعت مع كثير من المعطيات والحقائق والوثائق التي ضاعت ضاعت بطريقة متعمدة أم أنها ضاعت بطريقة ليست متعمدة إنما هو الإهمال والتضييع إذن نظرية التطور فيها حقائق نقبلها وفيها أمور نرفضها نصوص الكتاب وأحاديث العترة تتحدث عن أن قانون التطور يتحرك في هذا العالم وهناك تطور في الأنواع نفسها مثل ما قرأت عليكم من سورة المؤمنون إلا أنه تطور منضبط وثابت بقانون ولاية الله وواضح في نصوصنا القرآنية والحديثية أن سلالات قبلنا تلك هي التي يتحدثون عن التطور فيها أما سلالتنا هذه والتي ما هي بسلالة قديمة هذه سلالة لها خصائصها لما أراد الله أن يخلق خلقا بيده إنه أبونا آدم الرواية التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف من أن أجناس بني آدم سبعون أما الناس فهم ولد آدم ولد أبينا آدم مثل ما جاء في تعبير آخر إنه أبونا آدم أبو هذا البشر كل هذا مر علينا وقرأته عليكم من هذه المعطيات المعصومية الواضح أعتقد أن الجواب صار واضحا وأن الصورة صارت بينة أكتفي بهذا وإذا ما سنحت لي فرصة في قادم الأيام ربما أتناول هذا الموضوع بنحو مستفيض جدا حيث أتتبع كل النصوص التي وردت في كتبنا الحديثية بهذا الخصوص أتمنى أن يكون الجواب نافعا ومفيدا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر